اليوم الأول بعد اغتيال اللواء ويسام الحسن في الأشرفية معلومات أمنية خاصة بالشديد تمحورت حول المنزل السري لللواء الحسن ويقع قرب جامعة الايو اس تي في الأشرفية في مجمع سكني معروف بشركة مقبل الخاصة بنائب رئيس الحكومة سمير مقبل وكان اللواء يسكن هذا الحي غير أن الدخول والخروج من شراعه صعب جدا وطريقه ضيقة ما سهل عملية رصدي وكشفي فتفجير سيارة الحسن التي كان فيها مع مرافقه المؤهل الأول أحمد صهيوني وهي سيارة من نوع هندسي أرفي غير مصفحة أما سيارة التي وضعت فيها المتفجرة فهي من نوع طيوتا وذكرت المعلومات الأمنية أن أول الأشياء التي عثر عليها في مسرح الجريمة هو هاتف مرافق الحسن ثم جزء من مسدسه وقطعة من بندقيته وعثر على ساعة اليد والحذاء الرياضي لللواء الحسن مع العلم أن الضغط الذي نتج عن هذا التفجير تبعا للعبوة التي تزين نحو 30 كيلو جراما وصلت شظاياه إلى بعد نصف كيلو متر مربع وأحدث حفرة في الأرض بعرض مترين وبعمق متر واحد ولفتت المصادر العسكرية للجديد إلى أنه من المفترض أن تكون عملية كشف المتورطين في هذا التفجير سهلة بحكم وجود كاميرات مراقبة كثيرة في المنطقة القريبة من مسرح الإختيال والبعيد عنها بسبب وجود عدد كبير من المصارف في الجوار وبالعودة إلى يوم الأشرفي الأول بعد الانفجار يمكن الحديث عن لملمة لأثار الخراب والدمار بعدما لم يبت أهالي المباني الأربعة التي تضموا نحو 40 شقة سكنية في منازلهم هي الأكثر شيء مشكلة الأزاز هو الأناطر لأنه كلهم أزاز في عندي ستة منهم هروا وطلوا الدنيا أزاز كلها فيه كمين أكيد شبابيك تخلعوا شوي وجيت لقيت البواب كلها مخلعة ومفتحة حال السكان كحال المحال التجارية التي يؤكد أصحابها أنهم في انتظار تعويض الهيئة العليا للإخافة التي طلبت من جميع المتضررين الحضور يوم الاثنين عند الساعة التاسعة صباحا بهدف الكشف على جميع الأضرار التي أصبتهم وتخمينها الانفجار صار هنا بهذا الشارع لأنه لا يوجد أحد بناية قدامنا كثيرا متضررين السقف مثل ما يصور الشاب بالسقف والأزاز وكل شيء لما طلع الانفجار كل شيء في أزاز سقف كل شيء غراض ألبت على أهم شيء كتير خير ألا الشباب كانوا كثيرا أزاز ألومنيوم نعم المكانات هيك بين البجر وغراض بالأرض على وقع الأغاني الثورية نقل تحرك لأهالي الأشرفية وفعليات غاب عنه نواب المنطقة ووزراؤها حال الأهالي وأصحاب البحال التجارية في ساحة سيسين فحمل المشاركون الورد الأبيض استنكارا لعمليات الإختيال ويسامي الحزن استشهد 20 متر بعيد عن مطرح ما استشهد بشير جميل والمجرم أنا بدي أكد لك أنه هو ذاته والمجرم هو نظام السوري إحنا بعض عن السياسة اليوم ولا رح نتهم حدا ولا حتى رح نعلق يلي على عم يتهم 0-3-8-9-0-0-0-9 هيدا هوتلاين كمان لأي شخص من أهل المنطقة بحاجة لأي شيء اليوم اللي عم يحكم مش هن اللي ماتوا ولا هن اللي نواجعوا ولا هن رح يلاقوا حالهم تحت الشتي بعد جمعة لو منسكت كلنا ومنصلي بهالوقت بدل ما نتهم بعضنا ونتحمرا لأنه فولنا ومن هون مش منزحين مين ما بدو يفهم كيف ما بدو فوقت السكوت مش من ذهب أغلب كتير من الذهب هو السيناريو نفسه توتر فانفجار فاختيال فاستنكار فتحركات هي حال الأهالي نفسها أزمات فتصليحات فغدا يوم آخر من مكان الانفجار في الأشرفية رشال كرم قناة الجديد